تقول هناك امرأة عمرها سبعين سنة تعيش وتمارس حياتها بشكل طبيعي لا تعاني من السكر ولا الضغط ولا النسيان في شهر رمضان تقول ما استطيع الصوم على الرغم من مقدرتها على كل شيء في أمور حياته وتفضل أن تدفع الكفارة عن ذلك اخت أمت الله من سلطنة عمان بارك الله فيك دين الله عز وجل يجب على المسلم أن يلتزمه وأن يأخذه بقوة يا يحيى أخذ الكتابة بقوة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستمسك بالذي أوحي إليك ونحكم بينهم بما أنزل الله آيات ونصوص كثيرة ولا يجوز المسلم أن يتخير في الأمور التي لا يجوز التخير فيها ما يجوز هذه أمور مرتبة العاجز عن الصوم عجز كامل هو الذي ينتقل إلى الإطعام أما العاجز عجز مؤقت ما ينتقل للإطعام يفطر ثم يقضي بعد ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكيف هذه المرأة التي عافاها الله عز وجل من الأمراض والأسقام وتعيش حياتها الطبيعة والله أنا ما أصوم رمضان هل عندها مرض أنت قلت لي ما عندها إلا العافية هل نصحها الأطباء قالوا أنت على خطر لجنة طبية قالوا أنت ممنوع تصومين ما ذكرت هذا الشيء ما يجوز لا تنتقل إلى الإطعام وإطعامها باطل قولي لها الكلام هذا ما يحلها تطعم وهي قادرة على الصيام شهر رمضان أي يقول جل وعلا فمن شهد منكم الشهرة فليصمه فليصمه واللي عنده ظرف مؤقت مرض سفر يفطر يقضي اللي عنده مرض دائم عاجز عجز كامل ما يقدر يصوم ينتقل إلى الإطعام أخبرها بهذا بارك الله فيك